موسيقى موسيقى نانع فعلا شهداء القوات المسلحة عملية إرهابية غادرة ولكن زي ما قال المستشار عدل منصور الرئيس المؤقت مصر تتجه دائما إلى الأفضل وبإذن الله بإذن الله مصرنا الحبيبة راح المستقبل أفضل بإذن الله خلينا نستعرض مع دينا بداية الفقرات اللي هنمر بها النهاردة نحن معنا النهاردة فقرة مع اللواء محمد زاكي ومساعد وزير الدخلية الأصبح وهنا نتكلم معها عن الوضع الأمني وزي ما قلت نتمنى طبعا يكون فيه رؤية معينة لتأمين المواطنين وتأمين المنشآت العامة وتأمين الممتلكات فهنكلم معنا الوضع الأمني اللي بتمر بمصر حاليا بداية النهاردة تكون مع فقرة الصحافة وهيكون معنا نهاردة الكاتب الصحفي أستاذ أشرف البرباري مدير تحريج جريدة شروق واستعراض لأهم نشطات الصحف اليومية الصدرة صباح اليوم ومعنا فقرة شباب يفرح معنا شابين وهما هيكلموا عن منظمة طولة بي اسمها سكوبس بتهدف لعادات قيادات من الصيدلة قادرة على غزو السوق الصيدلي فهنكلم معهم عن المنظمة وهيكون معنا حسن طلعت نائب رئيس العلاقات العامة المؤتمر وحسام الفئي نائب رئيس المنظمة تنظيمين المؤتمر وهم الاتنين تهالي في كلية عن الوضع السياسي الحالي وما يحدث على أرض مصر هيكون معنا نهاردة أستاذ شارل فؤاد المصري مدير تحرير جريدة المصر اليوم وهنتكلم على الأحداث السياسية وما يحدث الآن على الساحة وأخيرا هيكون مع أشرف كمان وضع المصريين في ليبيا وده هيكون مع أستاذ جمال زيادة نائب رئيس تحرير الأهرام وصاحب بيت هنا معنا في نهارك سعيد وبتمنى إن شاء الله الفقرات كلها تهجبكم خلينا نروح بسرعة لفقرة الصحافة واستعراض لهم اشتات الصحافة الصديرة صباح اليوم تابعونا ولكن بعد الفصل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة